إن مظاهر العداء والقراهية ضد المسلمين التي تسببت في تزايد التمييز والتهميش والإقصاء تستلزم ضعفة الجهود والاجتهادات لإيجاد سياغٍ حضارية نتصدى بها للتمييز الممنهج ولمشاعر معادات الإسلام القراهية واللا تسامح فالإسلام السمح هو دين الوسطية والاعتدال والمثل الإنسانية العليا وإنني في الأخير أضع تحت نظركم هذه المبادرة بآليات عملية لتعزيز التعاون والتضام الإسلامي وهي أولاً إنشاء مركز بحث لتعزيز المناعة الفكرية إزاء التحولات الرقمية المتسارعة التي تواجهها مجتمعات الإسلامية ويكون هذا المركز ضمن جهاز الاتحاد والجزائر مستعدة لاحتضانه ثانياً بعث استراتيجية لتعاون فكري والإلكتروني والسيبراني بين الدول الأعضاء في الاتحاد ثالثاً إنشاء حاضنة لاستقطاب وتقية المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة لفائدة الشباب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر